دشنا معاني المستشار سالم بن محمد الكواري رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التنييز بوابة المرأة البحرينية في المجال القانوني والعدلي على موقع المجلس الأعلى للقضاء الإلكتروني بحضور دكتور الشيخ مريم بنت حسن الخليفة نائبة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة والأستاذ هالا الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة ويأتي هذا التدشين تزامنا مع الاحتفاء بيوم المرأة البحرينية في المجال العدلي والقانوني 2016 ولأهداف تكمن في نشر المعلومات بطريقة رسمية وعلنية ووسيلة مثالية وإلكترونية لإبراز دور المرأة ولمواكبة كل جديد بشأن الفعاليات المصاحبة ليوم المرأة البحرينية في المجال القانوني والعدلي كما تحتوي البوابة على العديد من الموضوعات المختلفة من أهمها سجل يوم المرأة البحرينية الذي يشكل رافدا رئيسيا لتوثيق وجمع المعلومات والبيانات المتعلقة بالمرأة القانونية ورصد إنجازات المرأة البحرينية في عدد من المحاور كالمناصب القيادية في السلطة القضائية وفي المجال القانوني بالإضافة إلى توفير البوابة على تدفق معلوماتي يمكن الاستفادة منه في إعداد التقارير الدولية والإحصائية حول المرأة البحرينية يوم المرأة البحرينية القانونية هذا هو الأساس لإنشاء هذه البوابة وبالتالي نؤكد استمرية هذا اليوم لا ينتهب لاحتفالية الفعلية للجسم أن تستمر على طول لذلك إنشأنا هذه الصفحة تكون مجالا للمرأة القانونية بصفحة عامة هذه المباررة أكدت بأن المرأة القانونية هي جزء من العقل البحريني وبالتالي هي تجمع التربية والقانون فإذا جمعت هذين العنصرين في إنسان فبالتالي يجب أن يكون هناك الوعي قائما والوعي يتمثل في تأكيد للنش طبيعة المشروع الإصلاحي لجلالة الملك وأهميته وأهمية دور المرأة في هذا المجتمع دور المرأة في المجتمع هو دور توحوه بالتالي فإذا كانت قانونية هناك مجال لها لأن توعي المحيط الأسري والمحيط الاجتماعي والمحيط العملي بالجانب القانوني أين الحقوق وأين الحريات فبالتالي بيكون دورها عظيم لذلك إحنا تأكيدا لهذا الدور إحنا إنشأنا هذه الصفحة حتى تتفاعل المرأة القانونية سواء كانت في العمل يعني تعمل أو كانت في المنزل تربي أطفال وهي لديها فهم قانوني يجب أن تسجل في هذه الصفحة حتى تكون بوتقة لجميع القانونيات البحرينيات مستقبلا اليوم إحنا سعداء أن نشهد تدشين بوابة إلكترونية متكاملة معنية بوضع المرأة في القطاع القانوني والعدلي طبعا تم تدشينها بمبادرة طيبة من المجلس الأعلى للقضاء ممثلة في معالي رئيسها البوابة ذي تعتبر باكورة عملنا طوال هذا العام خصوصا وأن موضوع المرأة في القانون وفي المجال القضائي والعدلي هو محورنا لهذه السنة فأتت هذه البوابة مواكبة لنشاطات والفعاليات المشتركة بيننا وبين المجلس العالى للقضاء فيما يتعلق بإبراز وضع المرأة في هذا القطاع الحيوي وأعتقد بأن هذه البوابة ستكون خير مرجع يعني المجلس الأعلى للمرأة سعيد بأن يكون له رافض من المجلس الأعلى للقضاء فيما يتعلق بوضع المرأة القانونية إحصائياتها، بياناتها، ما يصدر من دراسات، ما يصدر من مقالات بالإضافة إلى تطلعنا بأن تكون هذه البوابة الإلكترونية بوابة قادرة على الخروج بصورة المرأة في هذا القطاع للوطن العربي ومحيطنا العالمي أيضا ترجمة نانسي قنقر